كعالم لا اعترف بغير الدلائل العلمية ومن منطلقي ان الفيروسات التي تؤثر على البشرية وتؤدي الى الاوبئة تأتي من الحياة البرية فاستراتيجيتنا تعتمد على الذهاب الى مصدر الحياة البرية والبحث عن الفيروسات ومحاولة تغيير السلوكيات مثل الصيد وخطل الحياة البرية التي من شأنها ان تؤدي الى تفشي مرض قادم انقدم ايضا المعلومات الى مطورين لقاحات والادوية حتى يتمكن من تطوير ادوية افضل هناك الكثير من الادلة التي تثبت ان هذا الفيروس انتشر من الحيوانات البرية في المناطق الريفية الى البشر عن طريق اصطياد الانسان للحيوانات البرية واكلها ولا يوجد اي دليل يثبت ان مصدر الفيروس مختبر صيني قال بيتر داسك ان مؤامرة تسييس الوباء ونشر نظريات المؤامرة ضر للغاية اذ ان ذلك يجعل الناس يتجاهلون العدو الحقيقي ان تسييس العلم امر ضر للغاية لقد اوقفت نظريات المؤامرة التواصل بين العلماء الصينيين والامريكيين بشكل اساسي ونحن بحاجة ماسة الى هذا التواصل في حالة انتشار الفيروس لكي نتعلم من العلماء الصينيين كيفية السيطرة على انتشار الفيروس حتى نتمكن من السيطرة عليه بشكل افضل ونشر نظريات المؤامرة امر محزن ومن المحتمل ان يكلفنا العديد من الارواح وان التركيز على انفسنا او على مختبراتنا وبعض السياسات الثقافية فقط يجعلنا نتجاهل العدو الحقيقي